الرحمن الرحيم عزيزي الله بالصف السادس الابتدائي مدرسة الاندلس الابتدائية الخاصة للبنين اهلا مرحبا بكم والدرس التاسع في هذه البقاء الدرسية بعنوان التسخين والاحتراق. كما نبدأ الدرس من الضروري يا شباب ان احنا نشترك في قناة المدرسة على اليوتيوب ونفعل زر الاشتراك وجرس التنبيهات حتى ان شاء الله يصلك كل جديد من دروس المواد المختلفة. بداية خلينا نتذكر مع بعض كده انواع التغيرات الفيزيائية والكيميائية اللي سبق لدينا دراستها في الاسابيع الماضية. بالنسبة للتغير الفيزيائي قلنا ان هو تغير بيطر على المادة فيغير صفاتها الضيارية مثل الحالة والشكل دون تغير التركيم. اما التغير الكيميائي فهو بمباشرة يغير تركيب المادة. تغير يطرق على المادة فيغير تركيبها ونوعها. الامثل على التغير الفيزيائي عندي انسهار الثلج مثلا ذوبان السكر والملح في الماء. الامثل على التغير الكيميائية عديدة منها تعفن الفاكهة وخبز الكعب. التطبيقات العملية على التغير الفيزيائي تحلية ماء البحر غزل الصوف استخلاص اللون ودباغة الجلود. على التغير الكيميائي تطبيقات عملية هي المنظفات المنزلية الاقراس الفوارة البطاريات الجافة وتفاعلات المواد مع الهواء. طيب. الجزء الاخير في موضوع التغيرات اللي هندسك هو التسخين والاحتراق وما هو الفرق بين عملية التسخين وعملية الاحتراق. ما المقصود بالتسخين? التسخين هو رفع حرارة المادة طبعا بيكسبها طاقة حرارية. رفع حرارة المادة مما يؤدي لزيادة سرعة الجزيئات وتباعد المسافات بينها. طبعا احنا عارفين ان اي مادة مكونة من جزيئات. هذه الجزيئات لها سرعة معينة. اذا زادت حرارة المادة بتكون النتيجة الحتمية لزيادة الحرارة هي زيادة سرعة جزيئات المادة وتباعد المسافات بينها. لو انت تأملت في السورة اللي امامك هتجد فيه التلات مواد وكل مادة لها درجة حرارة مختلفة. من اليسر اليمين عند درجة حرارة خمسة درجة حرارة عشرين درجة حرارة اربعين. لو بصيت لسرعة الجزيئات وانتبهت لها عند درجة حرارة خمسة ثم عند درجة حرارة عشرين ثم اربعين هتجد ان السرعة بتزداد مع زيادة درجة الحرارة. ده اللي احنا بنتكلم عليه في التعريف ان انت كل ما زودت حرارة المادة في هذه الحالة الجزيئات بتكتسب طاقة حركية وسرعة اكبر وهذا الذي يسبب تغير حالات المادة من الصلب للسائل للغاز وبالعكس. زي بالضبط تغير حالة الماء من سلج الى ماء سائل الى بخار ماء. تمام? يبقى التسخين هو رفع حرارة المادة مما يؤدي لزيادة سرعة الجزيئات وتباعد المسافات بينها. طيب عملية التسخين احنا طبعا درسنا التغير الفيزيائي وتغير كيميائي. عملية التسخين عندها القدرة منها تديك النوعين. بينتب عنها تغيرات فيزيائية تمام? او كيميائية. طيب. التغيرات الفيزيائية مثل ايه? مثل انسهار الثلج يعني تتحوله مسلا من حالة الصلبة الى الحالة السائلة. كذلك لو زووت الحرارة السائل يتحول الى بخار ماء. تمام? طبعا ويمكن عكسها عكسها بالتبرد ولكن احنا نتكلم على التسخين. انسهار الثلج زيه زي انسهار الايس كريم. انسهار الشكولاتة. انسهار الشمع. كل هذه التغيرات فيزيائية بتحدث بسبب عملية التسخين. تمام? اذا انسهار الشوكولاتة منسهار اخر هو ده طبعا بيحدث بسبب التسخين. اخد بالك التسخين هنا مش المقصود بان انت تصلت عليها مصدر حرارة. لا. يكفي فقط ان انا اخد قطعة التلج او الشوكولاتة مثلا من المبرد او من الثلاجة او اضاها على طولة. دي عملية تسخين لان انت بتعرضه لحرارة اعلى من الحرارة اللي كان فيها داخل المبرد. تمام? التغيرات. عندنا عملية خبز الكعك او صناعة الخبز والمخبوزات بمختلف انواعها. هذه العملية بيتحول فيها العجين من مواد الى مواد اخرى. يعني هنا التغير هنا بيحدث في نوع المادة وفي تركيب المادة الداخلي. اذا هذا تغير كيميائي طبعا بيحدث بسبب التسخين. تمام? كذلك مسلا قلي البيض. هذا ايضا تغير دائم لان المادة بتتغير. تمام? ولكن هذا تسخين فقط. طيب لو انا تركت عملية التسخين تستمر الفترة طويلة او لو زودت درجات الحرارة بشكل اعلى من اللازم. هنا الى العملية الاخرى اللي هي عملية الاحتراق. وعملية الاحتراق المقصود بيها تفاعل بين الاكسجين ومواد قابلة للاحتراق ينتب عنه مواد جديدة وحرارة. مرة اخرى الاحتراق هو تفاعل بين الاكسجين مواد قابلة للاحتراق. ينتب عنه مواد جديدة وحرارة. لاحز ان عملية الاحتراق ينتب عنها تغيرات كيميائية فقط. عملية الاحتراق عمرها ما تعطيك تغير آآ فيزيائي لان التغير فيزيائي الشباب زي ما قلنا الاهم فيه هو الحفاظ على نوع المادة. فهل تتوقع ان المادة بتحترق لن يتغير نوعها? لا طبعا المادة كلها بتتغير وتتحول الى مادة اخرى. لا ينتب عنه الا تغير كيميائي. حرق السكر مثلا. السكر لو تعرض الى النار بيتحول الى مادة سوداء متفحمة بتختلف في صفاتها تماما عن السكر اللي احنا نعرفه. في الشكل في الرائحة في المظهر في حالة في التماسك في الصلابة في كل شيء. هناك مثل اخر زي حرق الخشب حرق الورق حرك اي مادة هذه المادة بتتحول الى حرارة ومواد اخرى جديدة اللي هي ما يتبقى منها زي الرماد وخلافه. الاكسوجين الاحتراق. قلنا انه هو تفاعد الاكسوجين. اي علاقة الاكسوجين بالموضوع? في الحقيقة هناك كما يسمى بهرم الحريق او هرم الاشتعان. اي عملية احتراق لابد لها من ثلاث اشياء. مصدر حرارة. تمام? اكسوجين. والمادة التي سوف تشتعل اللي هو الوقود. طيب ليه قال الاكسوجين تحديدا? لان الاكسوجين اذا لم يوجد لا يوجد احتراق. يعني لو فرضنا ان فيه نار مشتعلة. تمام? فكرة اطفاق النيران سواء ببطنية ثقيلة او برغوة او ببضرة او باي شيء. فكرة اطفاق النار هي عزلها عن الاكسوجين. لو قدرت تعزل النار عن الاكسوجين بتنطفئ النار تلقائيا. تمام? يبقى كنتيجة كده مباشرة. اذا كان فيه اكسوجين فيه نار. مفيش اكسوجين. مفيش نار. ولزيك لما تكلمنا على الاحتراق قلنا او اخترنا من اضلاع المسلس هو تفاعل ايه? الاكسوجين مع المواد القابلة للاحتراق اللي هي الوقود. تمام? يبقى هرم الحريق عبارة عن حرارة هواء ومادة اه مشتعلة. تمام? هو ده الدرس النهاردة. ان شاء الله اتمنى انتوا تدخلوا على الواجب ان شاء الله اللي هيكون موجود على الموقع. نحل الواجب. وان شاء الله في يوم الاربعاء اللي جايه يكون التطبيق الاسبوعي موجود. واتمنى اللي كنتوا فيه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.